خبر يسعد ملايين المقيمين غير الشرعيين في مصر ولكن بشروط وفي النهاردة مجلس الوزراء المصري في اجتماعه الأسبوعي على مشروع قرار بيمد فترة توفيق أوضاع الأجانب اللي عايشين في مصر بشكل غير قانوني لمدة سنة إضافية قرار ده هدفه أن يدي فرصة للناس دي إنها توفق أوضاعها وتبقى مشعة قواعد والشروط الموجودة في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3326 سنة 2023 الخطوة دي بتيجي ضمن اهتمام الحكومة المصرية بتنظيم تواجد الأجانب في البلد بشكل يحافظ على الأمن القومي وفي نفس الوقت ياخد في الاعتبار حقوق الناس اللي عايشين بشكل غير قانوني متوقع إن القرار ده يلاقي حلول قانونية للأجانب اللي عايزين يصححوا أوضاعهم عشان يتفادوا أي إجراءات قانونية ممكن تتخذ ضدهم لو فضلوا قاعدين بشكل غير شرعي التمديد ده هيدي للأجانب اللي مقيمين في مصر فرصة سنة إضافية عشان يقدموا المستندات المطلوبة لتوفيق أوضاعهم وكمان يستفيدوا من الفرص المتاحة للعيش والشغل بشكل قانوني وده هيساعد في تحسين ظروفهم وضمال حقوقهم في الإقامة داخل مصر أترك لحضراتكم التعليق ترجمة نانسي قنقر